مصابة عليكم مرة تانية وبالفعل خلاص بدأ العد التنازلي للمتحانات في كل المراحل التعليمية أولادنا دلوقتي بيذكروا بيرجعوا وده اللي خلينا نشاور لهم النهاردة على أهم المنصات الإلكترونية اللي ممكن يستعينوا بيها في المراجعات النهائية يعني تفاصيل أكتر عن هذه المنصات وزي ممكن أولادنا وطلبنا في مراحل التعليم المختلفة يستغلوها اليومين دول ده اللي هنعرفه من ضفنا اللي بنوارنا في الستوديو الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي نوارنا أهلا بيك يا فانو أهلا بيك وصباح الخير عليكم وصباح الخير على مصر كلها أهلا بيك مرة تانية يعني خليني أسأل حضرتك أنه الوزارة موفرة منصات إلكترونية للولاد والطلاب أنهما يرجعوا منها طالما الوزارة موفرة هيبقى أسئلة امتحان إن شاء الله إن شاء الله مش هتطلع بره هذه المنصات إزاي بقى أولادنا قدروا يستغلوا متى بقى من وقت في الاستفادة من هذه المنصات عشان المراجعة النهائية طبعا في البداية مصر من دول رائدة على مستوى العربي والأفريكي في استخدام منصات الرقمية في مجال التعليم بدأنا استخدامها بواجه خاص مع أزمة كورونا لكن أزمة كورونا صرعت من الإجراءات التي تخذت دولة مصرية في استخدام منصات الرقمية في مجال التعليم طيب المنصات الرقمية دي فيها مجموعة من المميزات أبنى ما أقول على أنواحها عايزين نشوف مثلا مميزاتها أول حاجة فندم إن هي تتطافق مع التحول الرقمي الموجود في العالم في كل المجالات العالم كله بيتاجي نحو التحول الرقمي ومنه في التعليم في مجال التعليم حتى إحنا في التحول الرقمي في التعليم أفندم بقينا تصحيح بتاع الامتحانات خاصة في السماء العامة عن طريق التصحيح الإلكتروني ثاني حاجة هي تتطافق مع روح الشباب ومع اهتمام الأطفال والشباب باستخدام الهواتف والأجهزة الذكية دلوقتي كل الأطفال وكل الشباب مسجين ومبايلات بتاعتهم مشغلين عليها إحنا دخلنا لهم جوا الموبايل عشان يشتغلوا عليهم في المجال التعليم كمان المنصات لو إحنا مثلا قلنا أنواحها مثلا عندي بوابة بوابة التعليم الإلكتروني تبع وزارة التربية والتعليم عندي بوابة البث مباشر وعندي بوابة اسمها حصص مصر عندي بنك المعرفة عندي قنوات تعليمية ودات في المنطقة الأهمية لازم نأكد عليها للناس اللي هي قنوات تعليمية الميزة اللي فيها نابة وتتاح من خلال التلفزيون يعني أنت لو ما عندكش الإنترنت هتشوفها في التلفزيون طيب عندي قنوات مرسيتنا واحد للتعليم الابتدائي مرسيتنا اثنين للتعليم الإعداني مرسيتنا تلاتة ليه التعليم السنوات وليه هم منصاتهم أيضا على السوشيال ميدي بالظبط يا فندم وعايز أقول برضا نقطة تانية كمان بتسوش بس عن طريق بس اللي هو بتاع الدش وكام ده من خلال البس الأرضي يعني يشوف بياصلوا للناس اللي هم إمكاناتهم ضعيفة جدا بتواصلهم هذي القنوات عندنا فندم زي ما أحد قلت كده ليهم تطبيقات على كل السوشيال ميديا طيب عندنا كمان تطبيق اسمه مرسيتنا بلخص ده تطبيق هايل جدا تبع قنوات مرسيتنا يمكن الطلاب يخشوا عليه ومجاني ويهتموا به عندنا حاجة اسمها منصة متحانة مصر عندنا بوابات كتيرة جدا وعميقة جدا احنا يهمين احنا كتربويين كمتخصين في التربية وكأعلام اللي احنا نوعي الطلاب أولا أمورهم بهذه المنصات طيب هنا المنصات زي ما أقول الحرارة كده من مزاياه ان هي بتحارب الدروس خصية بتحارب الدروس خصية وبتحارب مشكلة عجز المعلمين يعني الطالب بدلا ما يطلع من بيته ويضيع وقته ويكلف أهله فلوس وكده يمكن المنصة التعليمية خشوة وقاعد في البيت وبتتميز ان هي كلها سهلة للإستخدام ومنصات مهما اختلف نوعها حتلاقي طرق إستخدامها واحدة كلها ضغط الضرار كلهم بيعتمد على فكرة ان الطالب يخش يدور على المرحلة التعليمية بتاعته ابتدائي وعدادي والسنوي يختار الصف بتاعه والعدادي او تاني عدادي او تالت عدادي يختار المادة ولما يختار المادة حيلاقي بحر من المعلومات حيلاقي فيها شرح في شرح تفاعلي حيلاقي فيها مراجعات حيلاقي فيه مصاعد معرفية حيلاقي فيه امتحانات حيلاقي فيه كل حاجة طيب المنصات دي تحت الشراء فوزارة التعليم فبالتالي معلومات اللي بتب unveiled فيها الضقيقة من ناحية التربوية المعالمين في الدروس او في السنة يا فندم موظموا غير متخصصين في التربية ولا في التعليم فبالتالي أحيانا بيطلوا بتطلاب معلومات خطأ وأنا ما بتكلمش كيام ده وخلاص أنا ولادي كامسة وعمة وكانوا معلمين بيديهم دروس في المجال بتاعي والله المعلومات كانت خاطئة فبالتالي دي التابعة ونزارة البيئة والتعليم فيه اشراف مباشر منها فبالتالي المعلومات هنا مضمونة كمان بيبقى فيه تحديث مستمر المعلومات الموجودة فيها هذه المناثلات زي ما قلت من شوية ان هي بتغطي جميع الفرق وبتغطي جميع المواد في كل فرق فيها مرونة يعني مرونة يا فندم ان الطالب يمكن يخش يحمل المادة العلمية الموجودة فيها طبعا مش محتاجة يصعر المادة العلمية ما فيش ايضا مشكلة مجموعة كبيرة جدا من الميزات لمنصات تعليمية بس زي ما قلت في البداية احنا محتاجين نوعي اولاء الامور والطلاب بيها ولحنا نستعيد سرقة الطلاب فيها المشكلة هنا يا فندم الدروس خاصية فيه اولاد الشعب المصري مرتبطة به عدد موروثة بمعنى ان الاب والام ابن ياخد درس خاص ايا كان وحالك بتقول فيه شرح تفاعلي في المنصات جميل جدا شرح تفاعلي يا فندم الطالب هنا بيتحكم في العرض يمكن هنا مثلا يقولك مثلا فيه هنا خمس خطوات يمكن درس الطالب لو دايس على الخطوة الاولى تطلع لخطوة الاولى الخمسة يطلع لخطوة الخمسة والشرح بتاعها المهم هنا اللي احنا نوعي الناس طيب انا عندي مثلا بوابة التعليم الالكتروني في وزارة تربية والتعليم تبع وزارة تربية والتعليم والطالب بس كده بمنصة التعليم الالكتروني هتطلعها على طول اول حاجة في سيرش في جوجل هخش على هذه المنصة هلاقي فيها مجموعة من الاشياء ايه الاشياء هلاقيه زي ما قلت هيلاقي محتوى تفاعلي هيلاقي مناصة المسجلة طيب ايه الحصف المسجلة ليسا ايه من شوية اللي انا عندي منصة اسمها البس المباشر المنصة البس المباشر ايه اللي بيحصل فيها طبعا طالب مش هيفتح كل شوية هيلاقي بس المباشر لا بتفتح بتلاقي فيه جدول الفراه مثلا لو انت اخترت اول عدادة هشايف كل الحاجة اه هتلاقي فيه جدول الحصف المباشر بتاعته هتبقى من ساعة كامل كامل وفقاني مواد فالطالب يبقى معه جدول مثلا النهاردة من ساعة 2 إلى 4 في لغة عربية من 4 إلى 6 فيه مثلا إنجليزي من 6 إلى 8 فيه كذا فالطالب هنا لو هو مساعد هيخش على البس مباشر وشوف الدرس دوت والدرس دوت فيه إيه بقى فيه متاح للطالب التعليقات والمدرس هو بيشرح بيشوف تعليق الطالب وبرد عليه في نفس الوقت والمدرس هنا بيشرح لايف بيشرح لايف أفن لو فيه بسا طالب مش فاهم حاجة يقدر إنه المدرس يعيد لو فايوس ألا فأني ما هو أي معلومة غامضة على الطالب بيكتبله في الكومنتس وهو بيرد عليه وبشحاله بشكل إيه أوسع طبعا أنا أنا كطالب ملحقتش الدرس في الوقت ده بيتسجل وتمتنقل إلى بوابة تعليم الالكتروني في الحصة المسجلة بقول لحضراتكم عليها طب إحنا بنتكلم هنا عن المراجعة النهية إيه اللي الطالب يمكن يستفيده مثلا من منصة التعليم الكتروني في المراجعة النهية عندك حاجة ممتازة جدا اسمها معلومات وملخصات وأسئلة دهي الطالب يحط إيه عليها كويسة جدا ليه بقى بيجيب لكل مادة بختار أي مادة عايزة علوم رياضيات دراسات اجتماعية أي حاجة بيجيب لكل واحدة فيها المعلومات ومفاهيم الأسئلة اللي فيها الشرح اللي هي الرسومات التوضحية اللي فيها وأسئلة فالطالب هنا يحط إيده على هذه الجزئية فيه كمان مواصفات ورقة الامتحانية خلي بالك المعلمين بردك البرة مش كلهم مفهمين إيه اللي هيجي في الامتحان وإيه خريطة الأسئلة اللي بتيجي فالطالب هنا يكون يخش وديه جايب طبعا من وزارة الموصول فيها يبقى الطالب يمكن هنا يخش يشوف الورقة الامتحانية حتيجي الأسئلة عاملة إزاي عدد أسئلة المقارية عدد أسئلة الموضوعية وكيفية الإجابة عليها يبقى فيه حاجة تانية ما ده بنكون بنكلم فيه مراجعة نهية فيها اسمها نماذج امتحانية وديه حاجة عظيمة جدا وهيلة جدا هتلاقي في كل مادة أكثر من نموذج امتحاني طيب افرق بين النماذج الامتحانية وبين اللي أنا بحط الأسئلة على كل وحدة الأسئلة على كل وحدة خاصة بالوحدة دي لكن النماذج الامتحانية جاي على المقرر ككل طيب إيه هنا؟ يعني إذا أسئلة جاي على المقرر ككل مش شرط فيه التقويم التربوي إذا أنا أجيب للطالب سؤال على كل وحدة لا أنا يمكن أجيب له سؤال مصعرض يعني مصعرض إذا أنا أخليه يقارن بين مفهوم في الوحدة الرابعة ومفهوم في الوحدة الأولى وده بيقس لقررات العقلية العولية الناس بيسمعوا كل شوية يقولك ده المتحان ده بيقس لقررات عقلية عولية ليه بيقس لقررات عقلية عولية؟ يعني بمعنى آخر فيه منصات كتير وفيه أسئلة تفاعلية وفيه منصات سوشيال ميديا بتسمح أنه هي في وقت معين الطلب حيخش لها حيلاقي كل الكلام وفيه حاجة اسمها بنك المعرفة مشروع عظيم جدا للدولة المصرية عاملها ده بخلاف ما يوجد على اليوتيوب يعني إحنا كده الوزارة عاملة اللي عليها أكتر فيما يتعلق بي خلينا نتكلم عن الشهادة الإعدادية فيه اختبارات من منصة امتحانات مصر اسمها EG exam المنصة دي بيقولون هي مختلفة بعض الشيء عن كل ما يعني كل المشروعات اللي تنبت من وزارة التربية والتعليم تقييمت ليها يا فندا؟ طب منصة امتحانات مصر دي من منصات العظيمة جدا في مجال التعليم خلي بالك اسمها منصة امتحانات مصر دي خاصة بالامتحانات دي من مميزاتها إن هي بتغطي جميع الصفور الدراسية من أول مش عايز أقول إلا أولا ابتدائي لغاية الثالثة سنوان بس طبعا النظام التعليمي من مصر الحديث لغاية الثالثة ابتدائي ما فيش امتحانات ولا في تخوين فبالتالي بيدوا أنشطة بسيطة للطلاب لكن من أول الاربع ابتدائي لغاية الثالثة سنوان فيه امتحانات باردك نفس الفكرة اوز المصافة حتة اللي ايه اللي أنا بختار الصف الدراسي ويه المرحلة بتاعتي والصف الدراسي والمادة اللي أنا عايز ايه أخش فيها بيبقى فيه اوز المصافة بيبقى فيه امتحانات خاصة او متخصية وامتحانات عامة أنا مثلا اخترت مادة العلوم بادوس امتحانات خاصية بيطلع لي في كل واحدة الأسئلة بتاعتها أسئلة فقط طيب الأسئلة دي بيدي لك الأسئلة مثلا أعجيب لك هنا مثلا ستين سؤال تمام عندك طريقتين في العرض اللي انت تطعر السؤال سؤال والانت تطعر الأسئلة كلها ورا بعض الأسئلة دي بتتميز بي اول حاجة من ناحية التقويمية حسنة الصياغة بتقيس نواتج التعالون المساهدفة في كل فرقة وفي كل مادة وفي كل مكرر كمان ان هي الإجابات بتاعتها بقى وديه الأميز حاجة او من حياتهم أميز يعني موجودة الإجابات بتاعتها بعدما الطالب ما يخلص فبالتالي هنا الطالب بيديله فيدباك مباشر للإجابات بتاعته خلي بقى حرارك من وظائف التقويم الترباء والأسئلة مش الطالب يحلل الأسئلة ويمشي ما يمكن أن الطالب يحلل السؤال غلط فبالتالي حتثبت عنده الإجابة الغلط لكن كل ما أنا بديله فيدباك وبعرفه الإجابة الصحيحة وده موجود في المصر بحفظه بخليه يخش يجيب امتحان تاني طب والامتحانات دي يعني فيه امتحان في التقويم يعني قدرى خلص امتحان ويجي للدرجة بالزبط بشكل فور بالزبط هنا طريقة العرض زي ما قلت لك سؤال سؤال أول أنا بعرض الأسئلة كلها مرة واحدة وخش على الأسئلة وحل الامتحان خلال وقته معين طيب والستاذة بسانت قالت كلمة جميلة جدا في الأول الامتحانات لا تخرج عن هذه الأسئلة يعني الكلمة دي تسيلاحزوا حدين لو طلبة سموا كده يمكن يخش يحفظوا الأسئلة دي فاحنا يهمنا في التعليم ان الطالب يرفع لا بس احنا كلنا فاهمين بس يعني يعني أسفة مش قصدي قطع حضرتك كلنا فاهمين انه النهاردة المناهج هدفها الفهم مش الحفز جميل جدا يعني احنا زمان كنا بنحفظ انا كنت أدبي فا كنت بحفظ بس النهاردة احنا عارفين ان المناهج كلها هدفها الرئيسي هو الفهم الفهم والتطبيق بالضبط كده فبالتالي هنا يهمني قد تأتي أسئلة منهم في الامتحانات دي تلا شك فيه ودي أكتر أسئلة فيها من الزاقية وعاز أقولك معلومة مو أعظم مدرسين الحسين اللي برة اللي بيدوا لطلاب ملازم ويدعوا للطلاب النهاية بتاعتهم بالضبط كده فان يبقى فيه امتحانات تخصية في كل واحدة وفيه امتحانات عامة امتحانات العامة أفتح مثلا أقول عددي يجيب الامتحانات في كل المواد ايقونة في امتحانات القلوم ايقونة درسات اجتماعية رياضيات الى آخره واختار اي ايقونة واشوف الامتحانات العامة فبالتالي باتدرب على طريقة حل الامتحانات بدل ما خش بشكل مفاجئ في الامتحان ولا أسئلة أول مرة أشوفها فهي بتعمل عملية تدريبية وإعدادية جيدة جدا للطالب قبل دخول الامتحانات وفيها مزاقية وفيها موثوقية أكتر من امتحانات اللي هي بحطة مدرسون الخصيين وكمان يا فندم مراجعا من ناحية التربية والتعليمية أو العلمية بشكل ضاقية جدا طب لو هي لما كل المناهج وكل حاجة طب ما كده صعب الامتحان يطلع براها صح؟ ما فيش مشكلة يا فندم سواء أصلية يعني مش قادرة يعني مش جازم الطالب أكيد يدخل يحفظ السؤال هو هو لكن أنا قصدي المجمل والمفهوم عن الضبط يا فندم أتفق معك تماما بس هنا الفكرة بقى هنا في الامتحانات برضا كل أسئلة مش اللي أنا حل هو اللي أنا جيب الدرجة اللي أنا أعمل لفندم نفسي تقويم لنفسي بنعنى اللي أنا أتعرف عن النقاط الكوة لها ونقاط الضعف تمام فبالتالي لو أنا الدرس ده أو السؤال ده نذكره صحف الوحدة الأولى يبقى خلاص تمام هنا عندي بقى مشكلة في السؤال ده في الدرس التاني هنا الوظيفة بتاعت السؤال اللي أنا أرجع للدرس التاني وذكره حتى أصل إلى مساوى تمكن منه تمام طيب أنا عايز أوجه الطلاب في الزل زي ما وزينا فقال من شوية اللي أنا عند منصات كتيرة هنا بقى إزاي وجه الطلاب للإستفادة من هذه المنصات طيب في مجموعة من الخطوات قبل ما أقول عليها عايز أشير لنقطتين أول حاجة سيجد من منصات ده بيتوقف على عاملين أول حاجة سن الطالب كل ما الطالب سنه كبر في التعليم بتبقى السفاته أكبر من هذه المنصات يعني طالب تاني أو تالت سنوات بسابت منه أكثر من طلاب في المرحلة الابتدائية طالب من الحالة الابتدائية لازم يكون معا أبا أمكا موجه لي في الاستفادة من هذه المنصات تاني حاجة فندم العامل المادي لدى الطالب لو الطالب عنده أجهزة حديثة وإنترنت يكون يخش على تطبيقات إنترنت ما فيش مشكلة لو الطالب إمكانياته على قد يكون يخش مثلا على القناة التلفزيونية تلفزيونية زي من راستنا ومن راستنا والكلام ده يكون واحد واثنين وثالثة والكلام ده يكون طالب أول حاجة الطالب ده سؤال مهم جدا الدولة وفرت إيه بقى في بر مصر وصعيدها وارفها من أجل أن يكون هناك إنترنت لكل طالب يعني أنا لو أنا في المدينة حصولي على الإنترنت أسهل بكتير من القرية بالضبط أو في صعيد مصر فأنا هنا كدولة عملت إيه للطالب يعني إحنا بنشوف مكتبات متنقلة بنشوف أشياء كتير هل هناك متسع أو في يعني واي فاي أو إنترنت لسلكي في هذه الأماكن بص أفندي زي ما احنا قلنا في البداية فيه قنوات تلفزيونية اللي ما عندهوش إنترنت تمام طيب الدولة عاملة من أول قولة سنة زي ما احنا عارفين مشروع التابلت مشروع التابلت ده بيبقى معاه شريحة شريحة مجانية أو مخفضة جدا بتعطى للطالب يمكن من خلال أنه ما يرسلش على المعلومات يمكن من خلال شغال التاب وكلام ده كله فبالتالي الدولة من خلال كل هذه الأدوات استطاعت أن تصل إلى الطلاب المصيرين في كافة المساعدة في كافة الماكن وفي كافة المساعدة التقنية والاجتماعية المراحل اللي قبل كده فإن استردامة التكنولوجيا بيبقى أقل شوية من المراحل الأعلى إلا لو الطالب عنده الرغبة والقدرة على استردامة هذه التكنولوجيا طيب برضك الطالب الموجهات اللي يمكن يسعين بها فيه الاستفادة من هذه المنصات التعليمية الكبيرة والغزيرة فيها عصينا الحالي أول حاجة الطالب لازم يكون أعرف هذه المنصات كلها تمام؟ أو موظمها يعني تاني حاجة يا فندي إن هو يختار المنصة اللي تتطافق معها ميولو قدراته تالت حاجة عشان ما يشتتش نفسه إحنا دلوقتي في وقت حارق جدا ماينفعش أنا كطالب أخش أشوف كل حاجة في المنصة تمام؟ يعني فيها شرح هل أنا محتاج في الوقت الحالي للشرح؟ لا فبالتالي أركز بس أحتاج أسئلة محتاج بتاع أخش على القصة بالضبط أفاني أحتاج مراجعات أحتاج أسئلة امتحانات طيب الطالب هنا فيه هنا شو يعني دروس مراجعات في كذا منصة حزاري إن الطالب يخش أكتب من المنصة ويقرأ أو يسمع ليه درس مراجعة في نفس الموضوع لأ أنا أدام دخلت منصة معين أكتفي بيه هذه المنصة طيب المنصة دي اللي حكتفي بيها مش أي منصة لازم أسأل اللي الناس اللي عندهم خبرة عني أنا المنصات أفضل في المراجعة وأخش عليها على طول طيب يبقى أنا في المراجعة أستمع إليها شرح منصة واحدة طيب في حال الأسئلة أخذ من كل منصات تمام أنا مش هخصر أي حاجة طيب أنا كده خدت كل المزايا بالضبط كده فان فهنا أحط في دماغي كمان بعض الطلاب يبقى عندهم مشكلات في أسئلة معينة دايما ينسوها يا حبيبي تعالى كطالب يجيب وراء أو ألم وكشكول كده أو كراسة حط فيها الأسئلة أنت دايما تنساها وسجيلها عندك وكل شوية بص عليها غيرت مدازبة في دماغك يبقى هنا الطالب هنا بحق الصفاء ده عظيمة جدا من هذه المنصات بيخش الامتحانه هو متطمن بيخش الامتحانه هو مش ألآن بيخش الامتحانه هو مدرب عليه خلي برح حررتك أيامنا احنا ما كانش فيه الامكانات دي خالص كانش فيه كلام ده خالص كان آخرنا الكتاب الخارجي بالضبط وده كان أعظم حاجة كان الطالبة بيجي لهم هفندي بحاجة اسمها فوبيا الامتحانات كنا بنسمع الطالب يخش الامتحان حالات بوكاء بذلك طبعا في السماء العامة حاجات يعني غريبة جدا الطالب يبقى هو أهله ألمين جدا دلوقتي الطالب يخش وهو مدرب وعنده قدر كبير من الثقة بالنفس إن هو حيعدد إن شاء الله من هذه المتحانه أكبر مشكلة كانت عندنا إن إحنا قبل الامتحان مش عارفين نبتدي منين ولا منين يعني مش عارفين نلم إيه ونعمل إيه فبندخل الامتحان تيهين دي كانت بده بقى أجبر مشكلة خلي برا حريك بردك عايزة شين نقطة هو القلق واحد القلق من الامتحان هو واحد في كل الأزمينة وفي كل المراحل العمرية لكن الفنيات وطرق التعامل مع الأسئلة هو الاختلف في العاصر حالي عن قبل كده للوقت الطالب بقى عنده كم كبير من المعارفة كم كبير من التدريبات على أسئلة بأنواحها المختلفة سواء أسئلة تكملة في المراحل اللي نعم أقبل سماء العامة أو اختم المتعدد أو مقال إلى آخره فهنا بقت العملية جميلة جدا ودولة مصرية يعني قدمت خدمات عظيمة جدا للطلاب وعندي بنك معارفة مش عايزين نساء بنك معارفة أنا بأعتبره الهرم الرابع في مصر حقيقي يعني الهرم الرابع فيه البحث العلمي طور البحث العلمي ويه يتطور التعليم في مصر بشكل غير عالي والطلاب عندهم طلاب الملس في المنصة لطالب الملسة بيخش الطالب الملسة فيه حاجة اسمها منصة فراشة داخل بنك معارفة مصر يمكن يستفيد من هذه المنصة العظيمة جدا إنها بتغطي العلم مختلفة في أنه هو يربطها بالمكررات بتاعته لو هو يمكن يربطها بالعلوم حتطلع له كل حاجات المتصلة بالعلوم في هذه المنصة لا لا وبنك المعرفة كمان ما ننساش كمان فضله على كبار البحثين والأكاديميين اللي وفر على طلبة الماجستير والدكتوران أنهم يحصلوا على مراجع غالية الثمن ومراجع للغات الأجنبية من برا كان يعني تيجي بالعملة الصعبة لكن قدرت أن يتيجي أونلاين والدولة وفرتهم بالمجانب نشكرك يا دكتور تامر دكتور تامر شوقي الخبير التربائي وعرض لنا أهم المنصات التعليمية اللي رشح على طلبتنا في المرحل الإعدادية والثنوية لإستخدامها قبل امتلاعات شكرا جزيلا حبيب شكرا جزيلا